حركية شهدها المجلس الشعبي الوطني بدت في الأشهر الأولى من هذه الدورة محتشمة خلصت إلى مناقشة 21 مشروع قانون والمصادقة عليها من أصل 42 مشروع قانون مع تأجيل عديد المشاريع للدورة البرلمانية المقبلة رغم طول هذه الدورة عقب طلب الحكومة تمديدها رغم أن المدة طويلة إلا أن الأداء التشريعي كان أقل وهذا ما راجع للبرلمان في حد ذاته وإنما إحالة المشاريع من الحكومة المفروض لدينا 42 مشروع قانون في هذه الدورة الثانية دراسة 21 مشروع قانون في هذه الدورة مررنا كمجلس الشعبي الوطني بفترة فراغ دامت حوالي 40 يوما والمشكل دائما هو أن المجلس الشعبي الوطني للأسف دائما يبقى في موقف المنتظر لمشاريع القاوين لتأتمي الحكومة حصيلة المجلس لم تقتصر على التشريع فحسب بل شملت الجانب الرقابي بعدما فقت الأسئلة الموجهة للحكومة ألفين سؤال بين الكتابي والشفاهي مع تكثيف نشاط الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل دور البعثات الاستعلامية المؤقتة ما ميز هذه الدورة كذلك إضافة إلى التشريع هو الدبلوماسية البرلمانية اللي كانت رائدة مقارنة مع السنة الماضية كانت رائدة جدا في هذه السنة على المستوى الرقابة تمت فيه كثير من الأسئلة الشفوية والكتابية ولجان الاستعلام وسماع الوزراء ولكن تحتاج إلى التطوير تكريس الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن إلى جانب خلق مناخ صالح للأعمال فحوى مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان بغرفتيها في انتظار المشاريع المؤجلة للدورة القادمة